ربما حتى يعني شاركنا هذا الشيء فيه معهد واشنطن ومايكا نايتس بالذات انه القدرة الردعية الرد المباشر على الضربات هذا المقصود به والضربات الاكثر قساوة ايضا واستهداف الشخصيات او القادة الذين يأمرون باعمال استفزازية او خارجة عن القانون حتى طبعا هاي عبارة خارجة عن القانون ترد في بيانات خلية الاعلام الامني في البلد يعني الجانب الرسمي ايضا يصفها خارج عن القانون ومن يؤمر بها هو ايضا خارج عن القانون ويحاسب قانونيا ويعتبر حتى ارهابيا في كثير من التفسيرات فضلا عن موضوع الضربات هاي اللي وصفها بالاخير قال بدون الاعلان عنها يعني تموهية يعني مترهية امريكا حينما تضرب مو مثل اسرائيل يجوز الضمراسها تخاف لا يطلع لها نصر الله يضربها بصفحة او يتحارش بها كأن يكون لكن الولايات المتحدة حينما اعلنت بشكل صريح وواضح انه هي تقف وراء العملية رغم نصح نايتس وباحثين اميركان وحتى اوروبيين اخرين انه انتو تضربوا ضربة خفية وتيهوها ضيعوها ولا تخلوهم يضلون يعني يبحثون وراكم وايضا ربما يعتبروها هاي فرصة وجتهم من السبع حتى يزيدون شغبهم واعترضوكم في اماكن اخرى مثل ما تحارشوا باقليم كردستان وهو المكان الامن الاجمل في البلد والصورة الاوضح جمالا في البلد يريدون ان يحشروها يعني عنوة في موضوع التحرش او الاستهداف حقيقة هذه المسألة هي في حد ذاتها اقول رسالة بمفهومها الواضح استلمها ايران استلمتها اولا والادوات استلموها ثانيا والمجتمع الدول اللي ايضا انتعش لانه هناك قوة ردع عالمية او دولية حتى وان كانت ممثلة في الامريكان اليوم يعني هما اليوم حالهم الامريكان حال دي عاملون هؤلاء الجماعات حالها حال داعش هي تطلع واجبات واهداف على داعش الارهابي وتطلع على الميليشيات والفصائل ايضا بدعوة لومة ارهابية ما تعنى عليها لومة يعني هي عاملة استفزازات ويعني تحرشات خطيرة تعد هي بمنزلة الارهاب لما يعني استهدفتها ولما سخرت شيء من قدراتها وامكاناتها لهذه العملية ترجمة نانسي قنقر